إلى وزارة الداخلية وأخبارنا النهاردة عن وزارة الداخلية الحقيقة أخبار مهمة و نبدأها بقى أن الداخلية الحقيقة أحبطت مخطط إرهابية استهدف منشآت الدولة في ذكرى أكتوبر طيب حنا نعرفين قبل كل احتفالات الجهات الأمنية بتستعد لأن العناصر الإرهابية كمان بتستعد لأن هي تنفس بعض مخططاتها وأفادت بعض التقارير الأمنية أن في قيادات هاربة لقطر كلفت عناصر شبابية موجودة هنا في مصر منصرين ليهم يعني بارتكاب أعمال تخريبية بالقاهرة الكبرى ومنع تسلل عناصر متطرفة لمحيط مؤسسات الحيوية نجحت الأجهزة الأمنية الساعات الماضية في إحباط محاولات للإرهابيين لاستهداف مؤسسات الدولة والأكمناء ودور العبادة خلال الفترة اللي جاية خصوصا في ذكرى حرب أكتوبر ومن ثم نجحت التحركات الأمنية بالفعل في تحديد مكان العناصر الإرهابية التي تعتزم القيام بالأعمال التخريبية والتعامل معها وقت لها قبل تنفيذ المخططات الإرهابية ألقت وزارة الداخلية الأسبوع الماضية القبض على عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية وأرشدوا عن عدد من العناصر المكلفة بعمليات إرهابية الأيام المقبلة بالفعل تم قتل ثلاثة منهم خلال مدهمة بمنطقة المقابر تحت الإنشاء في مدينة 15 مايو بالقاهرة وأوضحت التقارير الأمنية أن قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين للخارج خصوصاً لقطر وتركيا دقبوا على التواصل مع عناصر من الشباب شباب الجماعة اللي موجودين هنا في مصر علشان يكلفوهم بالعديد من الأعمال التخريبية اللي بتستهدف إضعاف الدولة المصرية وطبعاً دخلهم أموال كتير من الدوحة ومن إسطنبول أشارت التقارير الأمنية إلى أن القيادات الإرهابية اختارت عناصر شبابية تقتن بالمحافظات القريبة من القاهرة والفيوم وبني سويف للزحف للعاصمة وتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وذلك بعد تلقي هذه العناصر تدريبات على القيام بالأعمال التخريبية كما أوضحت التقارير الأمنية أيضاً أن الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية وما تستخدمه حالياً من تقنيات حديثة في ملاحقة القيانات الإرهابية والعناصر المتطرفة بيسمح لها بالتفوق على هذه العناصر والوصول لأماكنها قبل القيام بالأعمال التخريبية والتوجيه ضربات استباقية متكررة لهذه العناصر اللي دأبت على التخريب والجنوح للعنف وإراقة الدماء والإتجار بالدين ده طبعاً على فكرة الأجهزة المعلوماتية دي أو التكنولوجي اللي بتستخدمها وزارة الداخلية في تتبع المتهمين يعني بتضمن أقل خسائر ممكنة وبتضمن أيضاً شعور شديد بالأمان هقولكو على بعض المتهمين وزارة الداخلية أعلنت مقتل ثلاثة من كوادر حركة حسن الإرهابية في دبادول اطلاق نار بمنطقة المقابر زي ما ذكرنا سلفاً في مدينة 15 مايو الأرهابيين هم محمد عين 21 سنة حاصل على باكالوريوس هندسة ومقيم في أبشواي بمحافظة الفيوم محمود به 29 سنة بيشتغل تارزي ومقيم في قرية المنشية مركز الناصر بمحافظة بني سويف ولم يتم تحديد هوية الثالث وعثر بمكان الحادث برضو على منطقية ألي طبانج عيار 9 ملي وكمية من الزخيرة وفوارغ الطلقات وتبين إن الإرهابيين من أبرز وأخطر العناصر الإرهابية المنتمية اللي ما يسمى بحركة حسم الإخوانية وطلعت طبعاً بتبني عديد من الحوادث الإرهابية بمنطقة الفخر خلال الفترة الأخيرة ومطلوب ضبطهم على زمة القضية طيب نكمل